مجز لأهم الأنباء كشفت صور عرضتها صحيفة بوبليكو الإسبانية تواطئ درك النظام المغربي وحرس الحدود الإسباني في مذبحة مليلية التي خلفت عشرات القتلى صور أثبتت تواجد عناصر من الدرك المغربي على الأراضي الإسبانية تعنف المهاجرين وهو ما نفه وزر الداخلية الإسباني في وقت سابق حمل حزب النهج الديمقراطي المغربي سلطات بلاده المسئولية الكاملة عن مقتل عشرات المهاجرين الأفريق الجمعة الماضي جراء تدخل العنيف لقوات الأمن المخزنية لمنعهم من العبور نحو مدينة مليلية الإسبانية وعبر النهج الديمقراطي في بيان له عن أسفه الشديد للاحداث المؤلمة التي شهدتها المنطقة الحدودية المغربية الإسبانية قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا سيفاني ويليامس في بيان إن المحادثات الليبية التي انعقدت في جناف انتهت الخميس دون تحقيق تقدم كاف للمضي قدما لإجراء انتخابات في السودان سقط سبعة قتل من المتظاهرين في مدينة أمدرمان بضحية الخرطوم برصاص قوات الأمن حسب ما صرحت لجنة أطباء السودان المركزية أثناء احتجاجات شارك فيها عشرات الألاف من السودانيين واستخدمت قوة الأمن قنابل الغاز المسين للدموع لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا في أنحاء متفرقة من البلاد عقد وزير الأشغال العمومية والنقل الجزائري كمال الناصري ووزير التجهيز لجمهورية النيجر قادو سابو مختار الخميس لقاء استعرض خلاله الطرفان فرص التعاون في قطاع التنمية والأشغال العمومية من جانبه أعرب الوزير والجزائري عن ارتياحه لعلاقات التعاون بين البلدين وأكد على ضرورة مساعدة النيجر في برامج التنمية والبناء هذا وأكد المسؤول النيجيري أن الاجتماع سيسمح بالاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال الأشغال العمومية التي يجدها مقنعة بالنظر إلى التقدم الكبير الذي حققته الجزائر في هذا المجال التعاون بين الجزائر والنيجر ميتاً أشغال العمومية بصفة عامة برامج تنمية وبرامج بناء بنية تحتية هامة تحدثت مع صديقي وأخي السيد الوزير على الأمكانيات التي يجدها هنا في الجزائر من مؤسسات إنجاز ومخابر ومكاتب دراسات وخبرة كبيرة اكتسبتها الجزائر والمهندس الجزائري ومؤسسات الجزائرية عبر العديد من المشاريع التي أنجزتها وكل هذه الخبرة وكل هذه الإمكانيات يمكنها أن تكون أيضاً يد المساعدة والتعاون بيننا وبين النيجر حضر معي في هذا اللقاء السفير النيجيري ومسؤولين من وزارتي التجارة والنقل هو اجتماع بالغ الأهمية سمحنا بتطوير الشراكة والتعاون في مجالات التنمية والأشغال العمومية بشكل فعلي وملموس مستقبلاً نهاية الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة